طيب خلينا يعني نشوف عايزة كده نروح أوريكم لمجموعة من الصور الطبيعية الصور دي لعزبة البرج عزبة البرج دي موجودة في محافظة دميات أجمل ما في الدراما هذا العام إنها قدرت تنور أماكن موجودة في مصر وأماكن حلوة الدراما الرمضانية الحقيقة في مسلسل تحت الوصاية قدمت الصور بصوا الصور حلوة قد إيه دي عزبة البرج بصوا الجمال عامل إزاي يعني يمكن الناس لما تشوف الصور دي يقولك يا دي إيطاليا ولا دي فينيسيا الشرق ولا دي صدقوني مصر بديعة بديعة وطبعا المراكب الحلوة والحالة الجميلة بتاعت الصيادين بالذات في عزبة البرج بصوا الحالة عاملت زي بصوا ألوان المركب هتشوفوا كمان في الصور الخير الأسماك والجنبري بصوا حاجة والجنبري الفراولة اللي عرفناه ده من المسلسل والأسماك بعينها كلها طلعة يعني طازة من البحر الصيادين المصريين والحالة الجميلة اللي نقلها المسلسل أعتقد دي من الحاجات اللي تقدر تقول كمان أنت استفدت من الدراما أنها تنور على أماكن فبالتالي أنت تقدر بص الصيادة المصري جميلة يعني وشه كله بتكلم خبرة وسحة وردى وابتسامة ودي صور حقيقية يعني دي صور حقيقية لعزبة البرج دول الصيادين الحقيقيين دي أماكن موجودة في مصر بهذا الجمال البديع وده الحقيقة إشادة بالمسلسل تحت الوساية والدراما الرمضانية إنها قدرت كمان إنها تنور أماكن في مصر ممكن إحنا ما نعرفش عنها كتير مش كل الناس راحت عزبة البرج مش كل الناس عارفة الجمال اللي موجود في دميات بصوا الطبيعة عاملة زي بصوا البيوت بصوا البحر بصوا الطبيعة قد إيه جميلة بجد إحنا لو الدراما نورت أماكن كتير السنة دي الحقيقة الدراما نورت أماكن كتير جدا عندنا في مصر فعزبة البرج من الأماكن ويمكن هي زي ما نجحت يعني الموضوع بتاع الوصاية وقوانين الوصاية نجح المكان كمان ونجح الموضوع فأعتقد ده من النجاح والأفكار اللي كانت موجودة في الدراما الرمضانية هذا العام إن انت ترجع وتلاقي ناس تقولك يا فين عزبة البرج أنا عايز أروح المكان الحلو ده أنا عايز أروح على فكرة اللي بيصيف في رأس البر يقدر بسهولة جدا يروح عزبة البرج من منطقة الجيربي واللي موجود في دميات يقدر يروح واللي موجود في محافظة كمان جنب دميات الهلية يقدر يروح يعني الناس تقدر تروح بسهولة جدا وتتفرج وتتصور وتشتري فده دور الدراما دايما الدراما ليها دور فتحية للدراما الرمضانية هذا العام مسلسل تحت الوصاية اللي جابت لنا الأماكن الحلوة دي اللي هتخلينا كلنا عندنا شغف كده إن احنا نروح ترجمة نانسي قنقر